كافة المستمعيدي وانا فهم اول حاجة للناس اللي قاعدة تسمع فينا شكوناكم انتم شنية التنسيقية هذي هل هي منظمة نقبية ولا منظمة مهنية اولا انا امين عن التنسيقية الوطنية لإطارات وعن الصحة مشكلة ثانيا هي نقابة وطنية مستقلة خاصة بإطارات وأعوان الصحة بالقطاع الصحي فقط مستقلة معناها في ذاتها نقابة وطنية مستقلة احدثت بموجب معناها فانون الأساس انتاحة 12 مارس 2021 احنا اليوم نخدم على سلاح المؤسسات الصحية وندافع على حقوق الأعوان وحقوق المرضى معناها نعرف على الكل اللي الصحة هي تدخل في خانة الأمن الوطني اللي صير هو في قطاع الصحة ما عادش يلقى حتى معناها اطار طبي او اطارات علاجية او أعوان قاعدين يخدموا في القطاع هذا لأنه الناس الكل قاعدة تهاجر وقاعدة تغادر في أرض الوطن كل الكفاءة متاعنا ما عادش تحب تقعد في البلدة دي معناها كل العالم انظروا على تونس وعلى الكفاءة التونسية قاعدين يستقطبوا فيها معناها انت كتجي الموظف وما توفر روش أبسط مقاومات الحياة الشخصية متاعه اللي هي كرمته والدول العالم الكل تعدى تستدرج فيهم شنو اللي بشتربح معناها المنظومة الصحية في تونس لازم تشريك كل الفاعلين في القطاع من منظمات من صحفة من المرضى مرافقين الجمعية المعطنية في القطاع الصحي سلطة الإشراف ماشا نجمو نخرجو بستراتيجية جديدة اللي هي معناها ديمقراطة القطاع الصحي وراهوا قبل كي كان الزوز هيكل فقط تحكم في القطاع الصحي الهيكل لدوم الزوز هم اللي قفتوا الفشل اللي مقحم على مرة السنين علش لأنه اليوم عندك إطارات علاجية خرجي الجامعات عندك إداريين خرجي الجامعات عندك أعوان استقبال خرجي الجامعات مع هاداش الطريقة اللي داي فعاملوا بها لقديمة إنه كونوا معناها كأن الكوميتي ميديكال وكوميتي أبنييتراتي في اليوم عندهم الحق يقروا نقروا شي رو سمحني رو كي نحسبوا هدو مزوز نلقوهم عشرين الف وخمسة عشرين الف هل إنه خمسة عشرين الف باش يقروا في قطاع فيه باقي سبعين الف أخرين حاليا ما عندهمش الحق في إنه يقروا مصير الخدمة اللي هلية معناها بشهيدهم الجامعية أعطيني كونك ختمة لو كنت اسمح سي شكري مبروكي معنا أعطيني كونك ختمة شو الاقتراحات متاعكم انتوما شو الحلول اللي ترحينها أحنا اخترحنا أولا تشريك كيف تخذيئات في أخذ القرار ويتتكون الليجان في بلسس جوز لجان في كل مؤثر بشي ولوا عنا أربعة لجان تشمل كافة المداخلية في القطاع يعطيوا توصياتهم للليجان الفاعلة اللي هي سلطة القرار باش نجموا الناس لكل نقف على الإخلالات اللي عنا راهم ثم إخلالات تكبيرة مايش قعدة مايش قعدة معناها تباشر يوميا باش تتحلم إنا أنا أعطيك أبسط حاجة إنتي اليوم ما عليش قطلك هنا قطلك روبيشي مشي في الديفاع اليوم كي توصل الوزارة تصح اليوم سبعة في الشر ومزال سما أعوان اليوم ماخدوش الأجر متاحهم شهريتهم عائلات ناس ماخدق روضات ناخدقنات إلى يوم من هذا مزالهم متصبتش شهريتهم اليوم عندك المتعاقدين اللي يتعاهدوا على أساس عام كونتراف يدخلوا الترسيب اللي متعاقدين تشوفوا فيهم في كافة الولايات عشنا ولي صاير حتى يخدوا حتى اللي خدموا عزوا بهم في فترة الكورونا زيدة فهم مشكلة في الأجور متاح هداية وزيد فوق من هداية كل تصير الاعتداءات كيف ما صار البرح في القصة صار الاعتداء على زوز عوان أمت بعد مناوشات صارت مع عواننا الصحة اليوم زادة كيف كيف نلقى واللي عنا زوز الآوان يهدوا بالانتحار في في الرازي على إثر إيقافهم عن العمل إيقاف ظالم وجائر دون معناها تحقيق كامل ودون معناها نعرفه في الحالات هذه رأى وقت ليبطل قضاء في القضية نسل كلنا نمتسله أما أنك أنت تصدر قرارك قبل ما يبطل القضاء في القضية وتوصل معناها ناس توقفها نخدمها واليوم عائلات قاعدة مشاردة وأنا قولك شكري مبروكي من الحاجات اللي صرحتوا بها قلتوا وأنه فما معدات طبية في المستشفيات بالمليارات وما فمش يستعمل نحب ناخد فكرة اليوم وقلتوا زادا وأنه التنسيقية اللي هي ممثلة اليوم بثمنتاش وليا قاعدة تواجه في ضغوطات وتعتيلات وهرسلة مش كون هالهرسلة والتعتيلات هوا نقابات كل قاعدة تخدم هل أكثر بلد عربي فيه نقابات وما سبعت شكون اللي يقول متعرضين لأرسلة ولا تعطيل سيدة الكريمة أنا عندي قضايا مرفوعة ضد نقابي اللي هما من جماعة الصحة اللي أعتدوا على نقابي التنسيقية وهذا موفق وصار البارح أنه عيتوا الكتب العام من مستشفى القصاد عيتوا والتفاقدية الإدارية والمالية باش يمدهم بالوثاق واللي نهار الجمعة ثم قضية مفتوحة وثم معناها فرقة العجلية بمنوبة باش يتبشر العمل اللي بتاح في القضية اليوم نقول لك أنا نستنى وشوية باش تهبط كل الفيديوهات اللي يتوسق مدام معناها حقد مجموعة معينة شكون المجموعة شكون الطرف شكون طرف اللي هما اللي هما بعض من نقابي جميع تصاحة من عمامش لأنه نقابي الشرفاء قل لك احنا نقبل الأمر الواقع ومدام تعضوضية الحزبية وتعضوضية النقابية اللي كفلها القانون نحن نتعاملو معناها باحترام سم مديرين يخدمو تحت سيطرت نقابي نظومة وقعدين معناها ينكلو بالنقابي التنسيقية معناها بإعاز نقاباتها ضومة باش ما يخدموش على رواحهم معناها عركة نقابية هذي يا سي شكري بكل وضوح عركة نقابية عركة بينزل نقابية عركة نقابية باستعمال باستعمال شكون باستعمال معناها كيدية وباطلة بالنقابيين متاعنا احنا رأنا في اكسر منظمة في قانون هالأساسي واضحة وصريحة انه اي منقابية تابعة التنسيقية باش يستغل الصيفة النقابية متاعها في اي غرص شخصي رو يتم عزله نهائية واضح واضح شوما طالبكم اليوم ونقفلو سي شكري المبروكي من عام التنسيقية الوطنين اتارات واعوان الصحة احنا اولا نطالبو سلطة الاشراف لسطح قنوات الحوار معناها وضع طاولة مستديرة باش يكون عليها كافة المتداخلية في القطاع الصحي عنا الاستراتيجية نقدموها عنا دورات تكوينية باش نعملوها كافة الاسلاك وعنا ثقافة العمل الي يجبنا نوصلوها للاعوان متاعنا لانو الاعوان بتاعنا يجلو حتى ثقافة العمل لاشنية وقتاش نخدم وقتاش نطلب بحق شنية الطريقة اللي نطلب بها بحق في كنف الاحترام القانوني وغير من الحاجات هذوم اليوم نطلبوا بالتسريع في معناها ترسيم المتعاقدين اللي يخدموا بهم الكورونا وناز الزحاد وتعهدولهم انه يخدموا عام بركة ويتم ترسيمهم اليوم عندهم اربع سنوات وهم على نفس الحال وهم عندهم موقفات احتجاجية وممكن يصر بش يطور الوضع من لانه التجئوا للتنسيقية بتقاريرهم انه بش التنسيقية تتحرك معهم وحنا ما نتخلوش على زوم اللي انا تلسى بربي الاستراتيجية انتاع الترقيع في قطاع الصحة رهي ما عادش اتوصل ينهد ونبنيو من جديد ونبنيو على الصحة يموش لازم الترقيع عدائره وزيد اكثر من لي بش واضح وصلة الرسالة متاعكم هذه تلابيت اليوم التنسيقية الوطنية الاتارات واعوين الصحة